اشتركوا في القناة 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 فوق الـ 34 ألف اللي ناس عايزة تدخل ألمو درك فيه كسافة وفيه جمهور عايز يخش كمان فالأمر ده بيكون مهم كنا عميد علي أتكلم على هذا الأمر في الاجتماع الفني كمنصق أمني اللي كانت انخالت بيبه كل الحقيقة البعثة النادي الأهلي أكدت على هذا الأمر فإن شاء الله بإذن الله الوصول يكون يسر بشكل كبير ودخلنا لملعب ألمو برا يكون بأفضل حالاته عشان أيضا كمان المعاملة بالمثل وده اللي احنا متعودين عليه احنا أي حد بيكون متواجد فيها القاهرة أي فريق بيقابل نادي الأهلي بيتم التعامل معاه بكل ترحاب بيوفروله كل شيء فعشان كده التعامل هنا مهم جدا يبقى التوفيق التسعين دقيقة عليكم عليها في كرة القدم اللي اجتهد ربنا يوفقه واللي مش هيجتهد أكيد ربنا مش هيوفقه فإن شاء الله لعبتنا تجتهد وتبزل كل الجهد النهاردة إن شاء الله بإذن الله ومستر كولر كمان يكون محضر لكل السنيروهات لأنها نشوف أمور كثيرة جدا متعودين عليها في شمال أفريقيا فيارب إن شاء الله كل المجودات تكلل بالنجاح ويكون يوم طيب النهاردة ونتيجة جابية الفريق النهاردة إن شاء الله عندك أي معلومات كريمة عن السع أنا عارف طبعا أنه الأول إدارة التراجي يمكن كانت طرحت 27 ألف تسكرة بعد كده تم زيادة عدد التزاكر المطروحة ل34 ألف واعتقد النهاردة كمان يمكن فيه مدرج تاني أعتقد مدرج الشمالي تم السماح بزيادة عدد المتابعين من جماهير التراجي لكن فيما يخص جماهير النادي الأهلي اللي بأكد مرة تانية حسب معلوماتنا إنه يسمح ليها الدخول بالمجان في حال حاملهم لجواز الصفة المصري هل تم تحديد ساعة معينة أو مدرج معين لجماهير النادي الأهلي لو عندك معلومات كريم؟ بالتأكيد طبعا يعني زي ما بقول لك المناصق الأمني العميدة لا صلاح في الاجتماع الأمني يمكن قلنا أن الجمهور النادي الأهلي هيقعد فيه عندك كمان العيبة بيكون خارج السكورشيت وباقي الجهاز الإداري والجهاز الفني بيكون لي أيضا كمان مكان متوجد بالقرب من دكة مدالة النادي الأهلي يمكن مجرد وصلنا أمس للملعب تم الاختيار أن يكون المدرج خلف دكة النادي الأهلي الخاص به الجانب الإداري ويكون جمهورك كمان يعني في نفس الاتجاه ما يبقاش جمهور النادي الأهلي بعيد يعني جمهور النادي الأهلي وأيضا كمان البعثة والطعم قيم الإدارة هيكون خلف دكة النادي الأهلي ده يمكن شفناه على أرض الواقع وعينها لكن اللي همنا على أرض الواقع لأن أنت ممكن تروح تلاقي الأماكن اللي هي كانت محجوزة للبعثة أو للنادي الأهلي ممكن تكون تلاقي فيها جماهير عشان كده بقولك الأمور دي بتكون لازم تشوفها على أرض الواقع لازم توصل الملعب تشوف الأمور دي لكن التنظيم الإداري قبل المباراة شيء وساعة المباراة بيكون شيء تاني لأن زي ما بقولك فيه شغف كبير جدا جدا لكل جمهور نادي الترجي كان الأستاذ بيتسعى لـ 50 ألف عايزين يكونوا متواجدين لـ 54 أربعة وثلاثين أنا بقولك الرقم ده هيزيد وممكن كمان يزيد عن 40 ألف مشجع ليه نادي الترجي لكن زي ما بقولك كل الأجواء دي إن شاء الله تكون حافظ ويكون دوافع لفريقا للنادي الأهلي نادي الأهلي لها في كل الأجواء وجمهرية في كل الأجواء اللي بفيها مضايقات يارب إن شاء الله يكون مع كل لعبة النادي الأهلي ويكون معنا النهاردة مش هبالغ يا كريم أقول يعني وإن كانت لعبة الأهلي كلها الحقيقة متعودة أنها تلعب مبارات نهائي كل موسم لكن ممكن يكون النهائي السنة دي بطعم مختلف ويمكن يكون أهمية اللقب الـ 12 يعني هي الأهم على مستوى الألقاب اللي حقاها الجيل ده من اللعبين في السنوات الأخيرة بعيدا عن الفنيات والتمرين ومرس الكولر والجهاز الفني عايز أتكلم معاك على الحالة اللي عايشها لعبة الأهلي على مدارة 48 ساعة اللي بعتقد أنها الأهم والأصعب على مدار الموسم كل بالتأكيد يا حالة من التركيز ومعروف على النادي الأهلي في المبارات الحاسمة حالة الجدية والتركيز الوعي الكبير اللي فيه للكباتن للنادي الأهلي قلنا الشناوي قام بدور كبير جدا محمد هاني ربيعة علي معلول ناس عارفة ولعبة النادي الأهلي عارفة قيمة هذه المباراة فيه لعبة ما شركتش في المحافلة الكبيرة فيها هذا الشكل في رادس في تونس يعني زي ما بنقول كده لعبة الكبار قالت لهم كل التفاصيل وكل الأمور اللي ممكن تقابلهم وتشوفها معشان ما بقاش فيه أي نوع من أنواع المفاجئات فيه احترام كبير جدا زميلي أحمد للمنافس لكن فيه حرصة وفيه ثقة كبيرة جدا عند لعبة النادي الأهلي نادي الأهلي قيمته كبيرة جدا نادي الأهلي مركز من أول يوم لعبة من القوض للفندق للمطعب ما حدش بيشوف حد دقائق بسيطة جدا فده للحقيقة اللي احنا بنلمسه ما بنكون متواجدين بنلمس على الأرض الواقع مدى الجدية ومدى حالة التركيز الكبيرة جدا اللي فيها لعبة النادي الأهلي زي ما بقولك زميلي أحمد التوفيق بس يكون معنا التحضيرات خلاص انتهت الفنيات مستر كولر خلاص قال كل شيء عنده لعبة النادي الأهلي قدرت أن يتحضر كل شيء ينقصنا التوفيق وينقصنا جمهورنا مهما كان اللي تعدده بيكون لهم تأثير شوفنا جمهورنا كان في الوداد الحقيقة كان ليه تأثير كبير جدا في المباراة النهائية رغم خلط عددهم فان شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون في قمة تركيزها من أول ديئة لآخر ديئة دخولنا في المباراة لابد يكون قوي وجايد جدا عشان تقدر ان انت تدي رسالة للجميع عن النادي الأهلي هدفوا اللقب وان شاء الله بإذن الله اليوم تكون خطوة مهمة جدا نحو منصة التتويج الـ 12 أهلي هو الهتاف الكبير جدا لكل جمهور النادي الأهلي هنا في تونس فيارب إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة مهمة جدا نحو منصة التتويج والبطولة الـ 12 تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي بالجزيرة إن شاء الله السفريل جاي لما نتقابل يا كريم نكون بنكلم على 13 أهلي بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من مقر إقامة النادي الأهلي في تونس كل التوفيق للأهلي النهاردة وخلينا نكمل أخبارنا أو ندخل في أخبارنا وهبدأ معكم من الصحافة التونسية يعني كلمتكم أو هكلمكم كمان لسه